خليني انتقل مباشرة إلى الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة الوطنية للقاح دكتور عبد الرحمن البزري مساء الخير أهلا وسهلا فيك عم بتطل معنا مباشرة من مساء النور لا لك ولا ضيفة يعطيك العافي دكتور عبي يعطيك العافي كمان دكتور يعني طبعا بدنا نقول لك يعطيك العافي على كل هذا الجهد الذي يكون خلال هذه الفترة نحن اليوم عشية انطلاق منصة اللقاح منصة التسجيل يلي المفترض أنها تنطلق بكرة تنين هالمنصة يلي حضرتوها بالنسبة للقاحات وبالنسبة للأشخاص كي بدون يتسجلوا عشية انطلاق هذه المنصة نتمنى عليك تقلنا كيف رح تشتغل هالمنصة على أي أساس شو بتتضمن كيفية التسجيل كيفية الدخول إلى هذه المنصة تفضل بداية المنصة هي الهدف الأساسي منها أن نوحد المعلومات كلها ونستطيع أن نضع سقف معيا للحالات التي لقحت بحيث نصل إلى نسبة تمنيع عالي تبلغ 80% وبالتالي نقول للمجتمع اللبناني أن هناك الآن مناعة مجتمعية تسمح لنا بالعودة التدريجية إلى ما كنا عليه لحد معيا لذلك أهمية هذه المنصة أن نتوحد المعلومات أهمية هذه المنصة أن تجمع كل اللقاحات التي ستنعطى بغض النظر عن كونها فايزر أسترزينيكا التقني المستخدمة فيها تنحط تحت سقف واحد الأهمية الثانية لهذه المنصة أنها خصصة فقط لوباء الكوفيد-19 بعيدا عن المنصات الأخرى الموجودة بوزارة الصحة من أجل اللقاحات الروتينية لأن اللقاحات الروتينية بشكل عام بوزارة الصحة عادة تنعطى للأطفال أكثر ما هي للكبار والراشدين والكهول في حين أنه لقاح الكوفيد-19 هو مخصص للكبار والكهول والراشدين وليس للأطفال حتى الآن كمان النقطة المهمة من هذه المنصة أنه تعطينا مواصفات المريض بالعمر والأمراض المزمنة وبتعطينا مواصفاته الشخصية وبالتالي تمنع لحد كبير عملية التزوير أو سوء الاستخدام اتنين تعطينا شفافية أكثر بكرة بعملية الأفضلية لأننا لدينا أفضليات أفضلية المهنة كالمهن الصحية أفضلية العمر كفقر 75 وكبعدين فقر 65 سنة بعدين أفضلية الأمراض المزمنة وبالتالي هذه الأفضليات ستحمينا في لبنان من الشيء دائما الشعب اللبناني يخاف منه وهو التدخل السياسي أو التوزن المذهبي أو الطائفي بإعطاء اللقاح نحن لنأمن عدالة اللقاح وشفافية اللقاح نعمل هذه المنصة عندي سلسلة استضاحات لكي نستطيع أن نوضح للناس ونكون مفيدين وعمليين لألون التسجيل على هذه المنصة يعني مثلا إذا بكرة في شخص عمره فوق 75 سنة يلي هو المفترض بالمرحلة الأولى يتلقى العلاج إذا بكرة بده يسجل اسمه على هذه المنصة كيف بده يسجل اسمه؟ يعني كيف عمليا المواطن كيف بده يدخل على المنصة من خلال شو التليفون ولا أونلاين ولا ولا كيف خلينا ألك نحن بالمنصة أول شي المنصة سوف تطلق إن شاء الله الأرضية لإلى بكرة بعد الظهر وسيعلن عنا نهارة التلاتة صباحا أهمية هذه المنصة أنه فيه إمكانية الدخول إليها من عدة طرق فيك تدخل إليها فرديا يعني نحن بس نطلقها حنحط السايت اللي لقى له وحنبعت أسأم أسل الناس حتى إذا بدوا يفوتوا عليها إضافة إلى أن المنصة ستكون مرافقة أيضا بمركز خاص يسمونه الخط الساخن للقاح الكورونا يعني هو مختلف تماما عن الخط الساخن للكورونا اللي موجود بوزارة الصحة هو صحيح خط ساخن آخر بس للتلقيح لحتى يلي مثلا مسنه وما عنده حدا بيساعده لحتى يقدر يعب المعلومات على المنصة هذا الخط الساخن بيتكفل بتعبئة هذه المعلومات عنه النقطة الثانية اللي كتير مهمة بالمنصة أنه نحن بكرة وهذا سبب تأخير نهار واحد هي محاولة ربطة بما يسمى بالمجموعات يعني نحن من حب يكون في عنا بالمنصة دخول فردي ودخول قطاعي شو يعني دخول قطاعي نحن بكرة مثلا حيكون معنا شركة نقابة الأطباء الشمال ولبنان نقابة أطباء الأسنين بالمنطقتين الصيدلي وغيرهم إضافة إلى القوة المسلحة وكتير نسنينيين اللي هني قطاعات منظمة وحنتوسع لنوصل أيضا لقطاع بكرة بقطاعات أخرى نحن نريد القطاعات كمان أن هي تتضامن فيما بينها من أجل إظهار التضامن المجتمعي يعني هيده شو بتفوت جماعيا تشارك فيها إما من خلال قطاعك هيده يعني دخول تفوت فيها جماعيا من خلال نقابة نقول نقابة الأطباء من خلال نقابة الأطباء أو فيك تفوت فيها فردية النتيجة واحدة لكن نحن كلما فوتنا فيها جماعيا من خلال مؤسسات معينة كلما ضبطنا حسن المعلومات وكلما ضبطنا أن المعلومات التي نريدها هي موجودة لأن المنصة والمعلومة التي فيها هي التي ستأمن لك أحقيتك بالتلقيح وأفضليتك بالتلقيح وبالتالي هي التي ستذكرك بعدين إمتى وقت التلقيح لك خليني بس أرجع أكد أنه في الواحد دخول فردي وستذكرك بالجرعة الثانية دخول فردي من خلال SMS دخول فردي دخول مجموعات من خلال خط ساخن أو من خلال أونلاين أو من خلال من خلال خط ساخن المجموعة مزبوط الأونلاين ومن خلال المجموعة التي تنتمي لها خاصة هلأ أننا نبدأ بالمجموعات الصحية ولكن سننتشر إلى مختلف إلى كل المجموعات المتضامنة لأننا هذه المجموعة تأملنا حسن المعلومة لأننا نضع بند بالمنصة أنك مسؤول عن المعلومة وسوف تعاقب إذا حطيت معلومات خاطئة حتى تحاول حد معين تجرب تستبع دورك أو تحاول تجاوز الدور بعدين هاي المنصة هي اللي بتكفل لك التوقيت لأنك أنت بس تحط وين ساكن وين ما كان عملك هي بتخترك المركز اللي أنت بترتح له واللي هو أعرب لإلك إضافة إلى أنه هي بترجع بتقول لك أنت نلقي الدوز الثاني وفي عندها بند صغير لحتى يرجع يذكرك إذا صار معك أي أعراض بعد اللقاح كمان لحتى بتعطيك الطريقة لحتى تبلغ عنها هل صحيح أنه ما رح يوصل أعداد كافية للجرعات التانية مثلا كمان في مخاوف عند الناس يقوموا يتلقوا أول جرعة ويقوم ما يوصل أعداد للجرعات التانية قد يكفونا اللي رح يوصلوا لنقول أستاذ حبيبنا أستاذ جورج نحن كل السيناريوهات معمولة حسابها وبالتالي نحن حين أقول أوروبا ضرة نافعة نحن كنا متأملين أنه يوصل اللقاح بأول شباط وإن شاء الله سيوصل بين سبعة وخمسة عشر شباط على الأكيد اللقاح لكن نحن استفدنا من الأزمة التي حدثت في أوروبا لأنه بأوروبا صار فيه طلب كتير على اللقاح الفايزر مما جعلهم يوقفوا بعض خطوط الإنتاج ويكبروها ويبسعوها لحتى يزيدوا إنتاجه لذلك نحن الجرعات الموعودين فيها بين سبعة عشر وخمسة عشر الشهر وصولا لآخر شباط لح تصل بوقتها لكن من بعد بين شهر أدار وبالطالع خاصة من منتصف شهر أدار سوف تكون الجرعات أكبر بكتير من اللي نحن متوععين لذلك نحن بالخطة تبعيتنا حطين مراكز التلقيح متعددة وفلكسبل يعني ممكن نزداد تاني شيء لحقلك سر ومنه سر يعني نحن عاملين حسابنا لما نوزع اللقاح دائما أن نبقي احتياطي معين هو عشرين بالمئة لحتى اللي عطيني اللقاح نقدر نأمل له لقاح تاني لأنه أنت عندك متغيرين المتغير الأول إن شاء الله ميكون تجاوزنيه وهي قدرة الشركة على إرسال اللقاحات المتغير التاني هو الواقع اللبناني لأنك أنت يمكن لتكون بدك تستهدف منطقة معينة وحدا يخطر عبالو على الطريق يقرر يسكر الطريق نهارتها ما عجبه في شي خبرية ما عجبته حدا يخطر عبالو يسكر طريق المطار لذلك نحن كل ما أخوض بهذا الحسبين الطوارئ والخطط الطارئ المرافقة الأمنية لللقاحات طريقة حفظها وكيف نحمل المواطن اللي أخذ الجرعة الأولى نحفظ له حقه بالجرعة الثانية طيب إذا فينا نعرف دكتور بالختام بين 7 و 14 شباط أدي عدد الجرعات اللي رح توصل يعني الدفعة الأولى اللي وصلت لكم أديش عددها لكن الدفعة الأولى اللي وصلتنا سوف تحدد تقريبا خلال 4-5 أيام لكن نحن مستعدين لـ 50 ألف جرعة بالدفعة الأولى قد تصل الـ 50 ألف كاملة قد يصل أقل شوي خلال يومين ثلاثة بيتحددوا ونحن مستعدين خلال فترة أليلة نصير نستقبل أسبوعيا ما لا يقل عن 50-100 ألف جرعة بشكل متتالي مع الأخذ بالحسبين أنه هناك لقاحات أخرى سوف تظهر على الساحة اللبنانية وسوف توسع شبكة التلقيح والتمنيع لكي نصل إلى النسبة المرجوة خصوصا أنه في اتفاق مباشر بين الحكومة اللبنانية وبين شركة أسترازينيكا البريطانية وبين الحكومة اللبنانية ومنصة الكوفاكس اللي فيها منظمة الصحة العالمية واليونساف والجافي اللي حيأمنوننا أيضا لقاحات وهاللقاحات ممكن كثير كثير كمان أسترازينيكا مع احتمال أيضا في خيار عم ينعرض علينا هلأ وهو جونسون جونسون اللي حيحصل على الـ FDA approval خلال أسبوعين واللي ممكن يكون مفيد لأنه ممكن يسهل عملية التلقيح أكتر لأنه ممكن يكون عبارة عن جرعة واحدة بس إنه خيارات واسعة كمان نحن عاملين بحسابنا أن نستوع بس عم بتقلي خمسين ألف نحن عاملين بحسابنا كمان خيارات عم بتقلي خمسين ألف جرعة يعني هاي بتكفي هاي بتكفي لـ 25 ألف شخص بس يعني أنجأ للمرضين والمرضات يلي عم بيحكي يلي عم بيتعاملوا مع المرضى خليني خليني نحن نقول خمسين ألف بأول بأول فترة بشهر شباط أسبوعيا بعدين الأرقام ستزداد ستزداد أكتر وأكتر اضطراضا وتاني شي نحن صحيحا نبلش بالقطاع الصحي لكن ملح بس نقتصر الموجات الأولى من اللقاح فقط على القطاع الصحي نحن أيضا سنذهب إلى المسنين والأعمار العالية يعني حيكون في عنا خطين موازيين القطاع الصحي والأعمار وبالتالي نستطيع أن نصل إلى تحقيق القطاع الصحي باكرا وحتى لفوق الـ 75 وبعدين فوق الـ 65 باكرا لأنه لما نطلعنا على الهرم السكاني في لبنان لأينا أنه أعمار اللبنانيين بعد الـ 75 بما فيهم حتى أخواننا الغير اللبنانيين الموجودين على الأرض اللبنانية همنا كثير عالية وبالتالي بالعينية الفائقة والعينية المركزة وعلى أجزة التنفس دكتور بزري خليك معي شوي حتى نحمي القطاع الصحي خليك معي شوي دكتور خليفة يعني لما منسمع أنه أول دفعة خمسين ألف ولما منسمع أنه موعدين كل جمعة بدفعات هل هذا شيء يدعو للقلق أم للإطمئنان لا لكن اللي تفضل فيه الدكتور عبد وياطين العافي أنت المهم الدولي هي كهيئة نظمة تتصرف في بداية الأمر لأطلاق عجلة اللقاحات ولكن اللي يعني بحب تضيف على ما يقول الدكتور عبد لا شك التطبيقات الإلكترونية هالأيام بتساعد كتير والأعداد المشكل هلأ هو البطل ناك هو السبلاي قد فيك تحصل على اللقاحات هذه المشكلة لأنه حسب اللقاحات اللي بتحصل عليها وحسب بالتلقيح هي بتكن استراتيجية الأزمة قد تطاول عندك مثلا اليوم الرئيس بايدن بأميركا قال إنه إذا بقينا ماشيين عم نلقح مليون هنبلش هلأ وصلوا للمليون بالنهار الأزمة اللي عندهم بيبلش يحسوا بالفرق بالخريف بالخريف القادم نحن بخمسين آل يعني لليوم نفس الشي الدول اللي تحط لا زادت الطلب بأوروبا أول شي وقت اللي بلش بلش بإمكانات مراكز محددة بلش يعطوا خيارات للناس الـ 75 الأطباء لبعض المهن لبعض القطاعات المنتجة بالبلد كان في تردد بأخذ اللقاح يعني إذا تطلع قدي الـ application قدي فاتوا بأوروبا على اللقاحات بالبداية بلش يدوا بالعدد نكل جمعة حتى بين الأطباء زاد على ذلك الموضوع اللي موجود عندنا يعني إحنا هلأ هو منيح يتبلش مثل ما يريد يتبلش هلأ بعد زاد للصيدليات زاد لأمور أخرى التمويل ما عاد عندنا بس يعني بدنا نكون في وضوح أكتر يعني عم بقول دكتور بزري أنه في خمسين ألف جرعة واصلين أول أسبوع سيوصل يعني بأول أدار أدار بثاني أسبوع من أدار أدار خليني خليني نحن نشطل بسموه كورتر يعني أربع نحن بالربع الثاني من السنة اللي بيبلش بنهاية أدار سيوصل تقريبا على لبنان بين الاربعمية والستمائة ألف جرعة من بعدين يوصل للربع الثالث اللي بيوصل أعلى وصول للربع الرابع هذا عم تنسى بلقاح واحد اللي هو الفايزر في حين أنك عم تتناسى أنه نحن 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 لقاحات تانية قادمة يعني في مليون ونص لقاح أسترازينيكا وفي حوالي مليونين وثممائية ألف لقاح عبر الكوفيد وبالتالي صار عنا تقريبا نحن نحن مليون ونص ومليونين وثممائية يعني حوالي أربع ثلاثة ومليون ونص مع مليونين سبنا عم نحك بستة مليون لقاح موعدين فيهم خلال سنة وإذا صدعت وإتباعا وإذا صدعت كمان بعض المعلومات أنه لحيسي كمان في ناس قوى وأطراف سياسية عم تحاول تفوت أيضا اللقاح على لبنان معناتها نحن نحن الهدف الأساسي أن نصل إلى كمية تصل بين 8 ملايين و9 ملايين جرعة يعني رح بيكون في عنا منصات 9 ملايين جرعة لكي نحقق يعني رح بيكون في عنا منصات لحقق 80% المطلوبة رح بيكون في عنا منصات سياسية أيضا للقاح لأنه عم نسمع أنه فيه سياسيين عم بيصعوا لا 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 لاستراد اللقاحات يعني سمعنا النائب فؤاد مخزومي وتم الموافقة من قبل وزارة الصحة اليوم النائب ميشيل ظاهر كمان عم بيقول أنه بده يجيب اللقاحات يعني عم تسمحوا كوزارة كلجنة وطنية للقاحات عم تسمحوا لشركات والسياسيين ولا كيف يعني كيف الصيغة عم تكون خلينا لك ستجورج أول شي نحن نرحب بكل مبادرة التلقيح اللبنانيين بصورة أسرع بغض النظر عن الخلفية تبعيتها إذا كانت خيرية ولا سياسية منشكر لذلك الرئيس سعد الحرير عن مبادرته والأستاذ مخزومي فؤاد صديقنا على مبادرته والنائب ظاهر إذا كمان على هذه المبادرة ومنبع الآخرين القادرين أيضا على المبادرة طالما جاي للصالح العام نحن شروطنا الأساسية ثلاثة الشرط الأول أن تكون تحت سأف المبادرة الوطنية لأنه الهدف أن نصل إلى نسبة تلقيح تصل إلى 80% اثنين نعرف ما هي نوعية اللقاحات القادمة لحتى نحن نعطي رأينا فيها ونحن ننصح اللي جايب اللقاح واللي بدو ياخد اللقاح النقطة التالتي والأساسية تنوع اللقاحات في لبنان يفيد لأنه نحن لقاح الفايزر يعتبر من أهم اللقاحات تمنيعا وسلامة لكن مشكلته بدو شغل صعب بدو يد عاملة بدو كلفي بدو معاملة بأسلوب طريق التخزين لما نبيوصل بكرة الأسترازينيكا الطريق التخزين ونشره أسهل وبالتالي نستطيع أن نتوسع أكتر وإذا القوة السياسية أو قوة اجتماعية قررت تفوت تحت سقف المبادرة الوطنية نحن منشجعهم أكتر ونحن مندعي أيضا القطاعات الاقتصادية لأنه في قطاعات اقتصادية عم تقول نحن عم يخترب بيتنا من التسكير منقولون أهلا وسهلا فيكم شرفوا جيبوا مجموعات أيضا تلقاحية لعمالكم وليقطاعكم وطعوا نحن وإياكم لندرس كيف ندرجها داخل البرنامج فإذا نحن منفتحين على كل المبادرات لحتى نوصل لـ 8 أو 9 ملايين جرع المطلوبين أنا أشكرك دكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة الوطنية للقاحات على هذه الإطلالة إذن بكرة الانطلاقة بعض الظهر للمنصة والثلاثة يبدأ عمل المنصة يعني بالآخر فينا نقول للمواطن الراغب بتسجيل اسمه ابتداء من النهار الثلاثة فيه بلش يسجل حتى نختم بهالمعلومة جورجو فيه من خلالك وجه ملاحستين في بعض المنصات المزورة اللي دهرت وطلعت بالشارع وهذه بدنا ننتبه منا لأنه وهذه للأسف اللي أطلقها نيته غير صالحة لأنه ما بعرف شو المصلحة أنه يربك الرأي العام اللبناني ويحط شعار وزارة الصحة ويطلق منصة نحن منقول منصتنا أو منصة الرسمية سوف تطلق نهارة الثلاثة وهذه بدنا ننتبه منا معرفتم مين معرفتم مين وراها الجرائم المعلوماتية جرائم المعلوماتية لا والله أنا 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 من خلالك بتوجه لجرائم المعلوماتية هلأ على محطتكم إذا هني بفتشوا بشوفونا مين من المسؤول عن هذا الإرباك الغير بريء لأنه نحن حرام كلما أنت عم تربك اللبنانية عم تلبيكن زيادة حرام نحن عم نجرب نبسط بالأمور يعني بقدر ما يمكن حماية لكل اللبنانيين وحقهم بأخذ اللقاح والنقطة التانية اللي بدنا نقولها أنه في كتير مناطق عم تجرب تعمل استمارات لحالة نحن ما عنا مشكلة منرحب بتجميع الاستمارات لكن بالآخر كل هذه المعلومات يجب أن توضع برسم المنصة الأساسية من أجل حماية المعلومات وحماية السريتة وحماية الشفافية فيها شكرا لألك دكتور عبد الرحمن البزري على هذه الإطلالة